اليوم رح حكي عن العوامل المؤكسدة و العوامل المختزلة اول شغل يجب أن نعرفها انه لما بدأ المركب كامل المحت اعلان لا شرء أن يكون مركب كامل قامل مختزل ть اخصاد تم اختزالها والتي بالأخصاد لأن Ouais��� Titanic مرتفع بنكiao دعا Having Anacod سبب lease هوisión المختزبة وسبب التأكسد هو العامل المؤكسد إذا هذا المركب صار له اختزال طبعا هو مش كل المركب صار له اختزال فقط يعني جزء منه صار له اختزال كل المركب اللي هو فيه بنسميه عامل مؤكسد هو صار له اختزال بيكون عامل مؤكسد السيئة اللي هنا تأكسدت فكل مركبها بنسميه عامل مختزل يعني زي كانها عملية عكسية اللي بيختزل بيكون عامل مؤكسد واللي بيتأكسد بيكون عامل مختزل بس لازم نركز إنه كل المركب ولازم نركز إنها بالمواد المتفاعلة في عنا إشي اسمه التأكسل والاختزال الذاتي التأكسل والاختزال الذاتي بصير لما بصير نفس المركب بيأكسد بتأكسد ونفس المركب بيختزل في عنا هنا فوق أكسيد كان الأكسجين هنا هي سالب 1 فعلا في معطى أول طلعت معنا سالب 2 في معطى ثاني رقم التأكسل التباعها طلع صفر فمرة نقصت اللي هي هون ومرة يعني صار لها اختزال لما نقصت ومرة زادت اللي هي صار لها تأكسل فبما أنها اختزلت من سميها عام المؤكسد ولأنها تأكسدت من سميها عام المختزل فبما أنها نفس المركب اختزل وتأكسد أي أنه كان عام المؤكسد وعام المختزل من سمي تأكسد واختزال ذاتي خلينا نفهم احسن من الامثل شوفو عنا المثال اللي امامنا هون بدنا نعرف كل واحد فيه مين تاكسد مين اختزل حكينا الاو لما تكون مع اي عنصر في الحياة بتكون مينس 2 والاتش مع اي عنصر في الحياة مع عادل في الحياة بيكون موجب واحد فعندنا هون الاو مينس 2 لما طلعت هون ضلت مينس 2 والاتش موجب واحد حصر اي شي اذا لا للاتش ولا لل او لان هال او هون هاي السالب هي ناتجة عن ال او يعني هاي عنا اياها احنا نحسب العدد تاكسد تبعها 1 هيدروجين زائد سالب 2 اوكسجين ودلعنا سالب 1 هاي السالب سببها هي الاكسجين فوين الاكسجين هون هاي السالب الثاني هون هي سببها الاكسجين فعشان هيك لا ال او ولا ال اتش لهم تأثير من ناحية التاكسد والاختزال نطلع ال بي ارتو هون كانت صفر بس هون صارت موجب واحد لانه هاي سالب اثنين فالموجب لغى سالب واحد وضلتها من السالب هاي موجب واحد لو نحسب العدد تاكسد تبعها تطلع معنا بي ار هون هي موجب واحد هاي لحسب العدد تاكسد في عنا الاكسجين سالب اثنين زائد ال بي ار ذرة اللي هي سين تساوي صفر تساوي سالب واحد عفونا لانه الايون سالب واحد بتصير زائد اثنين زائد اثنين سين تساوي موجب واحد اذا ال بي ار شحنتها موجب واحد اثن ال بي ار كانت صفر صارت موجب واحد والبي ار كانت صفر وصارت سالب واحد فمره زادت ومره نقصت لما نقصت منسميها اختزلت ولما زادت منسميها تاكسدت واللي تاكسد منسميها عامل مختزل واللي اختزل منسميها عامل مؤكسد فهي اذا من هذا التفاعل نوعه تاكسد واختزال ذاتي خلينا نحدد مين اللي اختزل ومين اللي تاكسد في المعابل الثاني خلينا نحسبهم عشان نعرف بالزبط هلا فيه عندنا الاكسجين حكا لما ترتبط مع اي شي بتكون عندنا اياها سالب اثنين اوما انه عددها ثلاث فمنحكي ثلاث ضرب سالب اثنين زائد سيئة المجهولة زائد الكي اللي هي موجب واحد لانها فلز تصعى والصفر لانها متعدلة ربس اذا سيئة المجهولة عمليها موجب خمسة سيئة المجهولة سالب اثنين والكي موجب واحد هلا لما نروح على الجهة التانية سيئة المجهولة هون كانت سالب اثنين والكي موجب واحد السيئة المجهولة بتكون موجب واحد لانو عنا واحد زائد واحد تساوي اثنين ناقص اثنين تساوي سفر سيئة المجهولة تحسبوها العملية الطويلة وهاي بتصر سفر لانها جو سيئة بحاله اوكي نتطلع هلا من فيهم زاد من فيهم نقص احنا زيما نحنا منتبين نبلش في الكيل كاما تغيرت ما صار عليها ولا شيء طلع على السيئة المجهولة السيئة الموجب خمسة صارت موجب واحد لان هي خسرت صار لها اختزال ول cái what these three two الـ o كانت سالة بثنين صارت صفر اذا هي زادة تصار لها تاكسد حدد العمل مؤكسد وحدد العمل المختزل اللي صار لها تاكسد ناق показывセ Idee نتحدث عنها عمل مختزل واللي صار لها اختزال نع reuse an agent نتحدث عنها عمل مؤكسد مؤكسد التفرجوا هدا السؤال اسحيلي يتع ciento من فيهم بحتاج العمل مؤكسد من فيهم بحتاج لعامل مؤكسد ومن فيهم بحتاج لعامل مختزل فلما تjasق على الحديد الحديد كان عندها ثلاثة كان عندها اثنين صار عندها ثلاثة إذن هي فقدت بزيادة فصار لها تأكسد إذن هل هي بحاجة إلى عامل مؤكسد عشان تتأكسد ولا هي بحاجة لعامل مختزل عشان تتأكسد هي بحاجة لعامل مؤكسد شو جنسها هي بتحتاج هي صار لها تأكسد هي تحتاج إلى عامل مؤكسد ما بصير تأكسد من غير وجود عامل مؤكسد لازم يكون لدينا عمل مؤكسب نطلع عنا هون على I O 3 minus زي ما حكينا الأكسجين سالب 2 ولما نحسبها هيك ثلاثة ضرب سالب 2 زائد سين تساوي سالب 1 لأنها سالبة بتصير سالب 6 زائد سين تساوي سالب 1 سين تساوي 5 فهاي I كانت 5 كانت 5 وصارت سالب 1 تخيلوا كم فقدت يعني خسرت كثير كثير أو اكتسبت كثير كثير فعشان هيك نعتبرها مختزلت شو تحتاج هي عشان تختزل تحتاج العمل مؤكسب ولا عشان عمل مختزل طبعا تحتاج العمل مختزل عشان تختزل بدها عمل مختزل عشان تتأكسب بدها عمل مؤكسب فسؤال سهل نرجع هون حدد العمل مؤكسب في كل واحد منهم خيل نتطلع سي يو هنا كانت صفر صارت موجب 2 اذا زادت بما انها زادت تعتبر تأكسدت الاجي بلاس صارت صفر اذا خسرت تعتبر واختزلت اللي يختزل منسميه عامل مؤكسب اللي تأكسب منسميها عامل مختزل فاذا ميل عامل مختزل هو السيو ميل عامل مؤكسب هو اي جي بلاس ما تنسوها نتطلع على خمسة كان في عنا AL كانت صفر خلينا نحسب المعادلات هون عنا الحد الاكسجين هون عنا اياها سالب اثنين ثلاثة ضرب سالب اثنين زائد سين تساوي صفر اذا الف اي موجب ستة هاي صفر نتطلع هون ثلاثة ضرب سالب اثنين زائد اثنين سين ثلاث وهاي سالب اثنين والف اي طبعا صفر اذا كانت الال صفر صارت موجب ثلاثة اذا هي فقدت نعتبرها تأكسدت والف اي كانت ستة صارت صفر اذا هي خسرت كتير والاو ما صار لها شي الف اي خسرت كتير فمنعتبرها اختزلت العامل مؤكسد اللي هو اختزل فالاختزلت هي الف اي ما بنكتب الف اي لحالها بنكتب المركب كامل الف اي او تري هاي العامل المؤكسد والعامل المختزل اللي هو الال لانها تأكسدت بس هذا هو درس اليوم درس كتير بسيط وسهل باعتمد الدرس اللي قبله لازم تكونوا عارفين كيف تحسبوا مين اللي تأكسد ومين اللي اختزل بناء على عدد التأكسد ولما تعرفوا اللي تأكسد بيكون هو العامل المختزل واللي اختزل بيكون هو العامل المؤكسد وهذا هو درس اليوم